مزبوط نحن بجناحة سويسرية كان بدنا نوفر تجربة فريدة من نوع على الزوار ونخدون عبر رحلة سويسرية حقيقية من قلب الإمارات مثل ما شفت السجادة الحمرة نحن بندينيها لهذا الحدث ولأنك ذكرت التصميم فالهدف من هذا التصميم أنه نفرج أنه نحن نجمع العالم بسويسرية الدولة الحلوية فمن هون إذا بتشوف أنه بيفوتوا بالكهف الكريستالي يلي بيوصلهم للعنصر الأساسي لهذه التجربة يلي هو بحر من الدباب بحر من الدباب هو عبارة عن رحلة بإحدى جبال سويسرا بيخدوها الزوار ليوصلوا على قمة الجبل ويشوفوا من فوق المناظر الطبيعية يلي بتتميز فيها هيدا الدولة قبل ما ينتقلوا لجزء الثالث من رحلتهم يلي هو الابتكار وبهيدا الجزء من فرجة لسويسرا صنفت كالدولة الأكثر ابتكارا في العالم حسب مؤشر ابتكار العالمي ويبو لعام 2021 رح يتمكنوا الزوار أنه يتعرفوا أكتر على شركة شندلر أحدى شركاء رئيسيين للجناح ليتعرفوا على مشاريع المستقبلية بالنسبة للتنقل العمودة والذكية والهدف من هيدا المعرض إذا بدك أنه كمان يفرجوا أنه هنه مش بس بيرفعوا بنايات ومصاعد بس هنه كمان يرتقوا بالعالم إلى الأعلى قبل ما ينتقلوا العالم إلى نوافير الابتكار يلي بتستعرض مشاريع وأفكار مبتكرة لشركات السويسية ومؤسسات تعليمية وبيخلص أكيد الرحلة بتخلص بالوادي يلي مستوحيت من طبيعة الإمارات الصحراوية والعربية وبهيدي الفسحة الزوار ممكن يستمتعوا بشوكولات سويسرية وقهوة هيدا بالنسبة للرحلة بقلب الجناح نحنا كمان بتعاون مع سويس ناكس عم نوفير ورش عمل ومحاضرات ومناقشات بتجمع رواد أعمال وخبراء من مختلف المجالات لا يناقشوا قضايا عالمية موجودة ويلي قولها حلول فعالة للمستقبل وهيدا الشيء أكيد بتماشى مع موادع أكسبو نعدون برحلة عنجات فريدة من النوعة يمكن الجدير بالذكر هون أنه الضباب يلي هن بيخدوه بيجربوه هيدا ضباب من مياه طبيعية صافية بينعد فلترتوها ثلاث مرات لضمان سلامتها لأنه العالم بيتنشأوا هيدا الماي وبحسوا ببرودة السويسرا بيستمتعوا بالشوكولات السويسرا وبيتعرفوا أكتر على الابتكارات اللي هيدا الدولة انجزتها خلال السنوات الماضية وبعدها عم تنجزها وبيرجعوا على دوباي لما يثيروا بالوادي وبيعيشوا هيدا إذا بدك السقفتين بمحل واحد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة